بخطأ طبي بعد ولادته بساعات فقط في احدى المستشفيات الحكومية في النجف فقد محمد ذو العام الواحد بصره بعد تلف عينيه في جهاز الخدج صدمة ممزوجة بالحسرة تكتنف ذوي الطفل الذين رووا تفاصيل ما تعرض له محمد دخل الطفل للخدج يعني كأي طفل اعتياد يدخل للخدج فعرض حالة الطبيب فقال أنا أتفضل يعني يدخل على جهاز السيباب فمن دخل على جهاز السيباب بقى تقريبا سبعة أيام على جهاز السيباب اتحسنت حالة الطفل فرجعت الطبيب نفسي هو الخرج من الخدج ورجعت للعيادة فقال يومين وتجيب لي اهمين يتأكد علي يومين ورجعت لي اهم سواء لا تحليل قال لي تحليل مال ابو صفار قال لي كل شي ما بي فالمفروض هو يحولني ويفحصوه أثناء رقوده بالخدج هذا السياق مو أنا اللي حتشي هذا السياق هو يعني سياق العمل لأطباء من بعد الأربعة تشهر صارت عدها عراض الطفل عيونه تدمع دقا نقوه بعينه عينه حمره يتحكه يبشي من عده فأنا عبالي التهاب راجعت أحد الأطباء الموجودين بالنجف فحصوا الطفل يعني قال لي هذا الطفل اعمى تماما وين جنت انت قال لي هذا طفل خدج قلت له نعم خدج قال لي على أساس انت ما مطك ورقة وما حولوك على مركز شبكية سوى لا فعز لم تسفر الفحوصات والتحاليل في داخل وخارج العراق عن أمل يعيد النظر لهذا الطفل الذي يقول أهله إنه كان ضحية الإهمال والتقصير في المستشفيات الحكومية مناشدين رئيس الوزراء ووزير الصحة بفتح تحقيق بهذه الحادثة لمنع تكرارها وديناه وديناه لإيران وديناه تركيا ومرتين وعرضناه على مستشفيات أهلية نفس الكلام قال له النبي قال هذا التأثير الأكسجين على الشبكة مات فاحنا الناشد رئيس الوزراء انه يقوم بهذا التحقيق ليه شريه مال هذا الطفل شن يذنبه شون يقضي حياته ما خلينا مكان ما وديناه صار لنا هاي سنة مكتور حتى مستشفيات أهلية حتى بغدال مزارة بشارع المغرب مستشفيات أهلية عرضناه نفس الحال وبالإضافة إلى فقدانه لبصره يصرخ محمد أيضا من شدة ألم عينيه نتيجة لبعض المضاعفات الصحية يذرف الدموع وجعا مجسدا حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له دون ذنب من النجف محمد رزاق التغيير